نحن يسعدنا جدا أن نشارك في مؤتمر ليب إذا ما نظرنا إلى رؤية عام 2030 والتي أطلقتها المملكة فإن هذه الرؤية هي الأكثر مبادرات طموحة جدا وأيضا هذه جيدة ونحن نحتاج إلى دعم الحلول الخاصة بالتكنولوجيا المعلومات ولذلك بدأ مؤتمر ليب حيث أنه ينبغي أن نشرك جميع الشركاء من جميع أنحاء العالم ولذلك للإتيان وتقديم حلول الاي سي تي والتي يمكن أن تساهم في المجتمع والاقتصاد والمستهلكين وفي القطاعات بأكمالها نحن هنا جميعا لمشاركة ما يمكننا أن نقوم به في الرقمنا وبصفة خاصة مع أفضل وأحدث تكنولوجيا نقالة وهي الفايف جي والتي انتشرت في جميع القطاعات لدينا أمثلة عديدة فيما تعلق بالمصانع أو في الرعاية الصحية أو في النفط والغاز وأيضا يمكن أن نقدم الكثير من التحسينات على القطاع وذلك فيما تعلق بفعالية العمل ويمكننا أن نقوم بذلك بإدخال الأتمة والذكاء الاصطناعي والفايف جي كما أنه يمكننا أن ندعم أيضا الاستدامة وهو الأمر الأكثر أهمية نحن ملتزمون بالكامل كشركة وذلك بالعمل مع الشركاء في المملكة وذلك لتحقيق رؤية 2030 وليبيا جمعنا جميعا لأن نأخذ هذه الخطوات المهمة والعملية والتي تجعلنا نشارك في نمو المملكة العربية السعودية إذن تعالى نتحدث عن آخر ما توصلتم إليه في التكنولوجيا وفي أبحاثكم كأريكسون وتسعى لتطبيقه في المملكة قطعا اليوم المملكة العربية السعودية كانت هي الرائدة في نشر تكنولوجيا الخمسة جي أو الفايف جي والآن في إريكسون فيما تعلق بالفايف جي نحن نتوقع أن تكون أكبر منصة متقدمة اليوم بالنظر إلى المستهلكين هناك الكثير من الأبحاث والتطوير الذي تم مع الشركاء فيما يتعلق بالأجهزة مثل أن يكون لدينا نظارات أو أن يكون هناك بعض الدعم لتكنولوجيا المعلومات ونرى أيضا بعض التطور في الألعاب الإلكترونية حيث أنها أصبحت محملة على السحابة وأيضا يمكن أن تتم من خلال الموبايل وأيضا النطاق الواسع والذي أصبح غاية في الأهمية لأنه حتى نتمتع بكل هذه الرفاهية والولوج إلى تلفزيون والألعاب الإلكترونية نحن نحتاج إلى اتصالات سابتة وموثوقة والفايف جي سوف توفر نفس الجودة ستضيف أيضا تكلفة أقلف وهذا يدفع بهذا الأمر في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية والخطوة التالية التي نود أن نتحدث عنها مع شركائنا هي كيف نضمن أننا نقدم لكافة القطاعات هذه التكنولوجيا التي ستسمح لنا بأن نقوم عاملين في الخطط التي لدينا والتي قمنا بها بأنفسنا موجودة ولقد قدمنا الأتمة والاتصالات وعلاوة على ذلك هناك أيضا الأمر الذي يتعلق من ناحية الربح حيث أن هناك زيادة في الإنتاجية لأن لدينا كل هذه الأمور الجيدة والتي تعلق بالأتمة طوال الوقت ولدينا المنتجات الموجودة في خطط العمل وبطريقة مؤتمة وبطريقة سريعة لقد أصبح لدينا أيضا ناحية رقمية في المصانع إذن يمكننا أن نتوقع المشكلات قبل أن تحدث أيضا بالنظر للأشخاص الأشخاص لا يحتاجون الآن إلى إدارة مزيد من الأدوات هذا يعني أننا سنخفض التكلفة وسيزيد من القيمة وفي النهاية وجدنا أن 25% من استهلاك الطاقة سيقل إذن هناك ربحية وأشخاص والتخطيط هذا مثال على كيفية تطبيق هذه التكنولوجيا في القطاع نعم لكن سيد فادي ما هي الاستراتيجية المتبعة اليوم مع الجهات الحكومية أو مع الجانب السعودي لهذا التحول وهذه الثورة الرقمية اليوم الدور الذي تلعبه أريكسون في تعزيز هذه الشراكات لقد كنا كشركة متواجدين لأكثر من أربعين عاما في المملكة لقد بدأنا في عام 1978 في رقمنة الهواتف الثابتة وكان هذا هو أكبر عمل من السويد حيث تقع شركتنا ومنذ ذلك الوقت نعمل عن كسب مع مزودي الاتصالات في المملكة العربية السعودين وبدأنا بالفعل مع أول جيل من تكنولوجيا الهاتف النقال 2G 3G وأخيرا 5G منذ عدة سنوات والآن نحن نتعاون معا ونستثمر فيما تعالق بالسحابة وتكنولوجيا السحابة وأيضا فيما تعالق بالفايف جي وكل هذه الشبكات ويمكنني أن أذكر بعض الأمثلة والتي تحدثنا عنها منذ بضع الوقت لقد تعاوننا مع السي سي أو فيما تعالق بما نطلق عليه المعايير الخاصة بالفايف جي وهي الشبكة التي ستمكن ليس فقل السرعة والتوقف ولكن أيضا تضمن أن كل شيء لديه ولوج إلى أفضل الأجزاء لالفايف جي سواء المستهلكين أو الصناعات أيضا لدينا أمثلة أخرى حيث قمنا بتطوير الأعمال وكيف يمكننا معا أن نتعاون في خطط وحتى ندعم الرؤية لعام 2030 لتكنولوجيا المعلومات إذن هذه هي بعض الأمور التي بحثناها هنا كما شاركنا مع موبايلي ونعمل معا فيما تعلق بالدفع النقال ولقاء سيتم إطلاق هذه المنصة قريبا والتي ستماكن دمج مالي أفضل للأشخاص مملكة عربية السعودية حيث يقومون بالمعاملات المالية من الهواتف النقالة إذن أيضا لدينا نضاب بيئي للشركات البادئة والناشئة في 5G حتى يكون لدينا مجموعة من رواد الأعمال وأن ننقل المعارف إلى هذه الشركات وأود أن أذكر أمر مهم للغاية وهو اتفاقياتنا مع الأبحاث والتطوير لجامعة الملك عبد الله للتكنولوجيا حيث نتعاون معا فيما تعلق بالتكنولوجيا المستقبلية مثل 6G حتى أو الجيل السادس نحن نشكرك ونشكر وجودك معنا السيد فالي فرعون أنت رئيس أريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرياضة